من يصحح البسار الوطني والديمقراطي وبداء اللحمة الوطنية ليس السياسين وإنما من يستلم السلطة اللي يستلموا السلطة هم من سرقوا المال هم من سلموا الأراضي لداعش وهم من أدخلوا المشروع الإيراني وكانوا يعلنونها علنية ما ينبغي لمن يستلم سلطة وزير أو رئيس وزراء أن يقبل أيدي دولة خارجية دولة أجنبية وهذا ما حدث أنا أعتقد الأستاذ واثق كان قريب جدا من المالكي وكان المالكي يتكلم بكل كلام وطني إلى درجة تدقية من كلامه من يحشب الوطنية لكن على أرض الواقع كان العراق مباح لإيران عمليا وهذا أعتقد أنه حاول أن نقول إيران والسعودية لم تدخل قطر لم تدخل السعودية ولا كدولة ولا كميليشيات اليوم على أرض الواقع المتنظير أنا أقبل اليوم أي ميليشية مسلحة تابعة للسعودية أي ميليشية مسلحة تابعة للقطار أي ميليشية لكن تعال شوف للميليشيات وصلت 64 ميليشية تقول علنا وتقاتل وتقتل وتسرق الأموال وتغتال أبناء العربة السنة وتقول نحن نؤيد الخامنئي ونحن أتباع الولاية وهذا عمليا شاهد السلاح هو ما حدث في المقدادية اليوم يعني اليوم اللي دي يجرب المقدادية أعتقد القضية مقضي سياسي يحشي بتلفزيون خلي شريده السياسي يحشي خلي حشي خلي يصير طائفي خلي يصير قومي خلي يصير بس ما على المسؤول اللي بيده السلاح وبيده الأمر هذا اللي المفروض نتكلم وياه ونقول له تعال ليش أنت الدخل لخمسمائة ألف إيراني يضربون السياج بالأحذية ويطبون ويتلقوهم أبنابهم يغسلون رجليهم وقابلها مليون ما ديش قد في السنة القادمة اشتركوا في القناة